لاتحاد الكرة اللي يمكن أكد على أنه بيدي طب خلينا نروح لمنتخب مصر الأول منتخب مصر الأول طبعا حضراتكم عارفين أنه روي فيتوريا الموديل الفني أعلن عن القائمة المبدئية للعبين المحترفين في الداخل اللي هيشاركوا فيه المعسكر اللي جاي اللي هيبتدي يوم 4 سبتمبر وقال أنه هيتم الإعلان لاحقا عن قائمة اللعبين المحترفين اللي هيشاركوا فيه مباريات منتخب مصر الأول والدية المقرر لها في نهاية شهر سبتمبر الحالي وأكد طبعا على أنه صلاح من الأسماء وكل المقدمات بتقول أنه هيكون موجود مع قال أنه صلاح لعب كبير جدا ولعب مستوى عالمي وبالتالي كل المقدمات بتقول أنه هم أنه هيكون موجود طبعا في معسكر المنتخب اللي هيقام في شهر سبتمبر خلينا أقول لكم القائمة اللعيبة المحترفة في الداخل محمد شناوي أحمد شناوي محمد صبحي لأحراس المرمة أنا كنت شوف الحقيقة أنه محمد نحن نتكلم منتخب مصر دلوقتي منتخب مصر لا يوجد أهلي وزمالك إسماعيل وبيرامد نشوف أنه محمد عواد الحقيقة كان يستحق أنه يكون موجود في قائمة المنتخب هيكون معاهم عمر جابر كريم فؤاد محمد عبد المنعم أسامة جلال بهر المحمدي علي جبر أيمن أشرف محمد حمدي وحمدي فتحي نبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين أحمد عادل ميسي برضو العيب الحقيقة ظهر وقد موسم أحمد عادل ميسي بتاع الاتحاد سكنداري لأنه في مصطفى ميسي بتاع سيروميكا لكن أحمد عادل الحقيقة من الوجوه اللي قدمت مردود محترم جدا ومستوى محترم جدا على وأعتقد أنه من أفضل بكات الأجنحة الشمالة اللي ظهرت في الدوري الموسم ده معهم أحمد مدبولي طبعا مروان حمدي ناصر منسي وأحمد شريف دي قايمة روي فيتوريا طيب عواد عشان مع الزمالك والزمالك هيكون عنده مواجهة في بدايات سبتمبر في دول اللي 64 أعتقد في بطولة أفريقيا عشان كده لم يتم ضم أي لعب من نادي الزمالك لكن عواد الحقيقة واحد من أفضل حراس المرمى الموسم ده